إذن دعنا ننطلق من الخبر الذي كان قبل قليل من دخول هذه الحلقة إعلان رسمي توقيع الرئيس بوتن رسميا على أيضا حالة الحرب أو حالة الطوارئ في المقاطعات الأربعة التي ضمها الرئيس بوتن شخصيا ووقع على المرسوم زاباروجيا خيرسون وأيضا لوجانسك ودونيسك في أوكرانيا ماذا يشير هذا القرار اليوم من الرئيس بوتن؟ سلامي لك أستاذ محمد ولي أستاذ المشاهدين هذا القرار يأتي مباشرة بعد توقيع الاتفاقية بأقل من 24 ساعة عندما وقع بوتن مع بشار الأسد الاتفاقية الأمنية التي وقعت ليلة البارحة بتسليم المطلوبين لكلا الطرفين هنا يعني الاتفاقية بظاهرها تنص على أنه يعني إذا في روسي بسوريا أو ارتكب جناية يسلم إلى روسيا أو العكس صحيح لكن في حقيقتها وخاصة بعد أن جاء هذا الإعلان اليوم يعني أقل من 24 ساعة بعد الاتفاقية بفرض حالة الطوارئ هذا يعني قانون الطوارئ على الأربع محافظات أو ولايات التي تم ضمها إلى روسيا هنا نرى عيانا أن في هذه المحافظات من العناصر الروسية أو من أبناء المحافظات تتشكل مقاومة يعني على شكل خلايا صغيرة أو ذئاب منفردة أو إلى آخرية وبالتالي ليبرر بوتن القائل قبض عليهم أو قتلهم بناء على الاتفاق بأن هذا كان مثلا يعني يقاتل مع الإرهابيين وإلى آخرية وإصباء صفة الإرهاب على المقاومة الأوكرانية في هذه المحافظات ترجمة نانسي قنقر